السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن محصول جيد جدا الى وهو الجوافة كلنا عارفين الجوافة واهميتها الاقتصادية محصول جيد بيتحمل ملوحة الطربة بيزرح فيه اغلب انواع الاراضي الاراضي الرملية والاراضي الطينية والاراضي الجيرية بيتحمل الظروف البيئية الصعبة نبات قوي جدا ممكن اعمله تصويم بيتحمل الملوحة اعمله تصويم واخد منه محصولين على مدار السنة اه ممكن ازرح في الفدان 168 شجرة او ممكن اكتر اه فيه عندنا اصناف منه كتير اه زي الصنف العتماني وفيه البلدي اه وفيه صنف العمدة اصناف كتير اه طبعا محبب للمستهلك بيدخل فيه عملات التصنيع الكيلو بتاعه مرتفع تمن ومرتفع يعني وخاصة محصول التصويم بيديني محصول كبير جدا ممكن يوصل الفدان لحد فطبعا يعني محصول اقتصادي لو انت عندك ارض رملية او ارض قلوية ممكن تزرح فيها اه عم جمال النهاردة هايكلمنا عن طرق انتاج اه الشتلات بتاعة الجوافة سيما حضركم شايفين بالمنظر الرائع ده عندنا احجام كتير بسم الله ما شاء الله عندنا كميات كبيرة جدا هناية عم جمال البركة فيه بيعمل لها اكسار من خلال البزور بتجيب البزرة امتى عم جمال شهر تسعة شهر تسعة بتجيب الصمرة كده وتطلحها من الصمرة ازاي بتجيب الصمرة مستوية مستوية كويس عشان الجنين اللي في الحباية تمام فدلوقتي احنا بنجيبها وبتطلع البزرة ازاي من الصمرة بننظفها بنشيل اللحم اللي عليها الاول تفرقها كده في قماشة وتخسلها بمية كويس نخدها نقسلها قدام المية بنقعد نقسل فيها كده بنظفها كويس او وهي طلعها قرمة كده من الجوافية اه حيل الحب دي بنروح منظفينها عشان السقارة من نملة ممشيش ما يكلها شوال اه وتخسلها كويس وبنقسل كويس او 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 لما بخلازها الشفاف حيل وبنروح منشارنها شوية اه في الشمس اه في الشمس او في ظل اه بنشيرها شوية عشان تنشف حيل وبعد ما تنشف بنجي نزرع تزرع حباية ولا اتنين في الليل لا تلات اربح حبيات اه بس انا شايف ان واحدة بس بتخلى بقى ما هو دلوقتي لما بيبقى هنا اه بناخدهم ننقلهم في حتة تانية في كيس تاني تمام يعني يطلعوا التلات اربعة بناخد ننقل بقى بنعمل عملية شتلة تمام بنشتلها وبتنجح وبتبقى حيل تمام بيبنخلى على عود واحد زي كده اي دي مزرع في شهر تماني اللي فات لأ ما في شهر عشر مل بتنجح سيئلت في تماني في تسعة في تسعة انت بتجيب البزرة اه صح وبجهز لا على ما بجهز لا بزرحها في عشر تزرحها في شهر عشر حيلو تحت الصوبة ولا هين جوه الصوبة جوه الصوبة لبلاستيك عشان يبقى تجودها بره هنا لا بيبقى السقعة هنا اي دي يعني دي مزرع في عشر اللي فات ان شاء الله حيلو دي برضو في عشرة? اه مع بعضها كلها. تمام بس انا شايف ان دقيقة اعلى منها انت فارزها بقى. تبقى فارز بقى الكبير الواحد والصغير له. تبع النوع. تبع النوع. بسم الله ما شاء الله. ويسى جدا هيت. هنشوف مع بعض الاحجام اللي اكبر من كده. دي يا جماعة عمر سنتين ايه? ورنا كده عم ما جمالش اللينا عودان كده ورنا. من الاحجام الكبيرة بسم الله ما شاء الله دي. دي بقى عمر سنتين اهيته في كيس. بسم الله ما شاء الله يعني طول بتاعها يجي متر وشوية. متر وربع. ومزرعة في كيس صغير اوي. شايفين الاحجام قد ايه? بسم الله ما شاء الله طول اطول من عم جماعة. يعني ما شاء الله ايه شاء تلاتة ايه بنت سنتين. بسم الله ما شاء الله حاجة يعني روعة. دي جاهزة للبيع بقى تدورها على طول وتزرع. بقى تزرع بقى اما في شهر ايه تسعة او في تلاتة. بس بيفضل في اشهر اللي هي مش منخفضة في الحرارة او مرتفعة في الحرارة. اه عشان الشتلة. اه عشان الشتلة ما تتأثرش معك ايه بالحرارة المرتفعة. دي برضو عمري سنتين. دي بقى لو محتوطة في كيس اكبر من كده هتبقى. هتبقى اكوى من كده بكتير. دي برضو جماعة هي عمرها سنتين. بسم الله ما شاء الله. سعرها رخيص يعني. مياش غالية. ممكن تزرع منها مساحات كبيرة. ما تكلفكش كتير. زي مثلا شتلات المانجا. اه الشتلات اللي هي الغالية التانية. دي صنفها بيكون مرغوب في السوق. اه الجوافة العتماني. اه بتتحمل الامراض بتتحمل الظروف الاراضي المختلفة. بتتحمل الظروف البيئية. بتحمل الملوحة. لو حد عنده اراضي فيها نسبة ملوحة في المية او في الطربة. يعني الجوافة جيدة. ولكن هي مشكلتها الوحيدة زبابة الفكهة. فانت لازم تقاوم زوابة الفكهة باستمرار. انت وجرانك لو زرعين جوافة. فهي حساسة للاصابة بزبابة الفكهة. وشكرا لحسن استمع حضراتكم. ولو اي حد عنده اي استفسار يتبهوه لك تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.